السلام عليكم كيف الحال يا شباب مشاء الله طيبين معكم أحمد ورجعت لكم بلعبة ميس سيرفايفل والنجاف عالم الضباب خلونا نبدأ بسم الله صباح الخير ذكرون الحلقة اللي راحت حطينا الثلاجة هذه هنا وحطينا ماطور برضو صار يمدينا نحط أنوار في البيت حقنا والبيس خلنا نسقي هذه ودجاجة حقتنا مدري صراحة شوضعها عندنا نقص مويا صراحة مرة المويا ما فيه شف مسكينة عطشانة وجوعانة بعد كيف نقدر ايه اوكي نحتاج لها كورن اللي هي الذرة هذه باقي ما هي بجاهزة خلني أجيب لهم مويا وأسقيهم أو أني خلني أول شي أجيب مويا من النهر أريد أجيب مويا وأصف فيها على البال من سوي الشغلات الثانية يكون عندنا مويا تتصفى وتكون جاهزة يعني عشان لا تموت علينا دجاجة وبرضو إذا أردنا دجاجة ثانية بروح ناخذها وبرضو بنحط لمبات في البيت حقنا وأنوار كذا خارجية وداخلية ونضبطها إن شاء الله دعنا نجيب البارول هذا نأخذه معنا في السيارة نحمل نودي النهر ونأخذ لنا مويا هناك وبصنع واحد ثاني تذكرون أنا كان عندي خطة خلني شوف صناعة الثاني كم تكلف ما يكلف واجد أربع كمبوننتس وعشر مسامير وثمانية الألواحة الخشبية الضار ما عندي كمبوننتس يبغالي لوت سيارات دعنا على بال ما نجيب الكمبوننتس ونضبط المور حقة البارول الثاني للبرميل الثاني نأخذ مويا من النهر ونجيبها هنا ونصفيها وكذا وين ها نذكر عندي دلو ثاني ايوه اوك نعبي الدلوين هذي ونجي بسم الله النهر قريب هنا جنبنا اوكي واتهبن مادري اشي صار اوكي البوابة ضيقة شوي هذا النهر وصلنا عنده يا الله الذكريات والله الذكري وكنت امشي هنا طفران ومنتف حالتي حالة ادخل البيت اللي هنا لقيت في زومبي حتى الذكر رميت المسدس هنا وراء البيت عشان لا يجون عشان لا اموت ويروح علي المسدس كنت أذكر نرميه هنا ومت طبعا الظاهر ورجعت بعدين لقيت المسدس huh بعد ما ادري انه انظرها في تصوير او لا بس اني شويت الشي هذى حشان لا يروح المسدس اوكي خلنا الان نحط لنا موية في البراميل هذي او دلوا هذول وروح نصفيها اوكي عبينا البراميل عبينا الدلو والدلوات ما ادري كيف جمعوا مصراحة خلنا نروح الحين نحطهم هناك ونصفيهم اشتركوا في القناة 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 صباح الخير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة